اشتركوا في القناة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وغاجا وقمرا منيرا فهدى الله به الأمة وكشف بها عنها الغمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خيرا ما جزى نبيا من أنبيائه وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن بشائر ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم ففي مثل هذه الأيام قبل خمسة عشر قرنا من الزمن ولد سيد العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أوائل شهر ربيع الأول هذه الذكرى التي نستقبلها وتستقبلها الأمة الإسلامية قاطبة هي مناسبة عظيمة وذكرى طيبة عطرة لأنها ذكرى ولادة فخر الكائنات محمد بن عبد الله الذي كان ميلاده أهم حدث في تاريخ البشرية على الإطلاق منذ أن خلق الله هذا الكون وسخر كل ما فيه لخدمة الإنسان وكأن هذا الكون كان يرتقب قدوم هذا النبي منذ أمد بعيد هذا النبي الذي بعثه الله تعالى نورا وبعثه هداية ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الجاهلية إلى عزة وهداية الإسلام وهذا ما نستشفه من قول جعفر رضي الله عنه الذي كان يتكلم بين يدي الملك النجشي ملك الحبشة قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأسلام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف حتى أكرمنا الله تعالى بهذا النبي فعلا مولد هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان نذيرا بزوال دولة الشرك ونشر قيم الحق والخير والعدل بين الناس ورفع الظلم والبغي والعدوان وهذا ما سوف نركز عليه في الحلقات المقبلة نركز على عمق العقيدة والشريعة التي دعا إليها النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما اليوم فإننا نريد أن نستحضر دلالات مولده صلى الله عليه وسلم نريد أن نستحضر وإياكم أحبتنا في الله الظروف التي أحاطت بنشأة هذا النبي وأبعادها لأنها هي أصلا هي دليل من أدلة النبوة ومن كرمات هذه النبوة يقول ربنا عز وجل مخاطبا عباده المؤمنين ومخاطبا أيضا كل العالمين يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ربنا عز وجل يخاطب اليهود والنصارى وأحبارهم وعلماءهم وصالحيهم لأن فيهم أنزلت التوراة والإنجيل من يقرأ التوراة ومن يقرأ الإنجيل سيلاحظ بأن رب العزة جل جلاله أنبأ موسى الكليم وأنبأ عيسى عليه السلام ببعتة هذا النبي وأن من صفاته أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولكن حينما يتكلم يتكلم بنور النبوة ويتكلم بالهدي الإلهي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ما هي مقاصد هذه البعتة النبوية يامرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر وهذا في مجال الحياة العامة وإقرار الحقوق ويحل لهم الطيبات ويحرم علم الخبائد فكل الشرائع الدينية دعت إلى كل حلال طيب ومنأ نهت عن كل حرام فاسد مستخبة ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم جاء بدين فيه اليسر وفيه المصلحة وفيه الرحمة وربنا سبحانه وتعالى وضع عن أمة سيدنا محمد الإسر والأغلال التي كانت على الذين من قبل فمباشرة بعد أن رفع نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى السماء رفع إلى محل كرامة الله بحوالي ستمائة سنة في هذا السن ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بينه وبين بعتة آخر الأنبياء عيسى بن مريم حوالي ستمائة سنة أو أقل ولد هذا النبي الكريم في مكة المكرمة وسبقت ولادته البشائر في الكتب السماوية وعلى لسان الأنبياء والمرسلين فهو صلى الله عليه وسلم أول من بشر به أول من بشر ببعتة هذا النبي هو أبونا آدم عليه السلام هو أول من بشر به والملائكة عرفت أنه نبي وأنه سوف يبعت وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد وفي رواية كنت نبياً وآدم لا يزال بين الطين والماء أي عرفت بوصف النبوة بين الملأ الأعلى وسكان السماء كلهم عرفون بأني نبي ولم تكتمل بعد خلقة آدم عليه السلام في الحديث أن أبان آدم عليه السلام حينما اقترف الخطيئة وأكل من الشجر التي نهاه عنه الله تعالى ربنا غضب على آدم فكان يتقدم إلى الله بالمحامد وبالتناء والاستغفار وربنا يصد عنه إلى أن قال يا رب يا رب إني أسألك بحق محمد أن تغفر لي فربنا عز وجل سأله وهو لتغفى عنه خافية ولا يغيب عن علمه شيء قال يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد قال يا رب رفعت رأسي إلى قوائم العرش فوجدت مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فإني أتوسألك به أن تغفر لي فغفر الله تعالى لآدم عليه السلام بعد أن ضل يقول رب إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لا أكونن من الخاسرين وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غفر الله لأبينا آدم ولأمنا حوى فكان أول من تعرف وبشر بولادة هذا النبي هو أبو البشرية آدم عليه السلام وقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا دلائل ولادته في ثلاث أمور قال إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وآدم منجدل في طينته وسأنبئكم بثاويل ذلك أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤية أمي التي رأت أنها خرج منها نور أضاءت له قصر الشام وكذلك ترى أمهات النبيين صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات المباركات بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم دلائل ولادته أولها دعوة أبي إبراهيم سيدنا إبراهيم الخليل هو أبو الأنبياء منه خرجت اليهودية والنصرانية والإسلام فإبراهيم هو أبو الأنبياء الحنيف واتخذه الله خليلة يسمى الخليل سيدنا إبراهيم لما كان يرفع القواعد من البيت مع ابنه إسماعيل وكان في حالة من الخشوع وحالة من الإيمان رفع يديه إلى السماء بمعية ابنه إسماعيل ماذا قال قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم دعوة من هذا النبي الخليل إلى الله عز وجل بماذا دعا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم طلب من الله تعالى أن يبعث من درية إبراهيم من ولد إسماعيل من العرب لأن الأنبياء الآخرين كانوا من بني إسرائيل من درية يعقوب عليه السلام وسيدنا محمد من نسل إسماعيل من ولد إسماعيل وهو من الأنبياء العرب والمعنى يا ربنا نسألك أن تبعث في الأمة الإسلامية ومن دريتنا رسولا من هؤلاء العرب يقرأ عليهم آياتك الخالدات الدال على وحدانيتك ويعلمهم كتابك القرآن الذي يفسر ويبين لهم معانيه ومقاصده ويرشدهم إلى ما فيه من حكم ومواعد وأداب وأيضا يهديهم إلى الحكمة التي هي اتباع السنة التي بها يتم اتفقه في الدين ومعرفة أسراره وحكمه ومقاصده طلب إبراهيم الخليل بمعية ابنه إسماعيل أن يبعث الله تعالى في هؤلاء رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يزكيهم يربيهم ويوجههم إلى الطريق المستقيم إنك أنت العزيز الحكيم أي القادر الذي لا يغلب على أمره والعالم الذي يدبر كل الأمور وقد أجاب الله تعالى إبراهيم هذه الدعوة فبعث في دريته رسولا منهم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة كذلك من دلائل نبوة النبي الكريم أنه بشارة عيسى روح الله وكلمته هكذا قال صلى الله عليه وسلم بشارة أخي عيسى فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين هذه بشارة من أخيه سيدنا عيسى بن مريم روح الله وكلمته بشر بها بني إسرائيل ومشر بها الحواريين من النصارى وقال يا بني إسرائيل يا معشر النصارى هناك نبي سوف يأتي من بعدي أنا أصدق نبيكم السابق الذي هو موسى عليه السلام وما جاء به من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة وأيضا أبشركم بنبي لاحق اسمه أحمد سيأتي بالقرآن سماه أحمد لماذا؟ معنى أحمد أي أحمد الحمدين لربه يعني كثير الحمد والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم حمدون لله لكن نبينا محمد هو أكثرهم حمدا مما يمتاز به سيدنا النبي الخاتم عن باقي الأنبياء أنه كان كثيرا الحمد لله يحمد الله حمدا كثيرا فسمه أحمد يأتي من بعدي اسمه أحمد أما كلمة محمد يعني محمود فيها معنى المبالغة والتكرار فالمحمد هو الذي حمد مرة بعد مرة ولا يكاد يفتر عن الحمد مثل المكرم من الكرم مرة بعد مرة المكرم والمحمد يعني تفيد المبالغة والتكرار فأهم خاصية في سيدنا النبي محمد أنه كثير الحمد لله على كل ما أعطاه وكل من كان كثيرا الحمد لله كان مستنا بسنة هذا النبي العظيم وهذه البشارة هي عالم من أعلام نبوة النبي لأنه فعلا كان محمودا في الأرض وفي السماء وجاء بهدي نفع به الله تعالى البلاد والعباد فهو محمود في الدنيا لما جاء به من الهدي والشرائع ومحمود في الآخرة لما أعطاه الله تعالى وشرفه بالشفاعة لأنه يشفع يوم القيامة لمن زلت قدمه من عباد الله المؤمنين سيدنا عيسى سماه أحمد وقد ذكره أيضا سيدنا موسى في حديث طويل فقال من تلك الأمة يا رب قال إنها أمة أحمد فقال اللهم اجعلني من أمة أحمد حديث طويل كان في حوار بين الله تعالى وموسى عليه السلام وسمى الأمة أمة أحمد وأيضا سيدنا محمد سمي في التوراة من يقرأ اليهود الذين عينهم التوراة أحبارهم وعلماؤهم سيجدون كلمة أحيد أو أحيد هي جاءت في التوراة قال لأنني أحيد أمتي عن النار فالنبي الكريم من أسمائه أنه قال اسمي في التوراة أحيد أو أحيد لأنني أحيد أمتي عن النار واسمي في الزابور المنسب إلى سيدنا داود الزابور اسمي الماحي الماحي يمحي الله بي عبدة الأوتان واسمي في الإنجيل أحمد واسمي في القرآن محمد لأنه محمود في أهل الأرض والسماء وقد جاء في الحديث النبوي الصحيح أن النبي الكريم قال لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحي الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي وأنا العاقب فهي أسماء كلها تدل على صفات هذا النبي العظيم وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنبراس اليهود فقال لهم يا معشر اليهود أسلموا فوالله نفسي بيده إنكم لتجدون صفة في كتبكم فصفة النبي الكريم مذكورة عند اليهود في توراتهم ومذكورة عند النصارى في إنجيلهم ومذكورة عند نبي الله داود في زابوره وهكذا الأنبياء كلهم يعلمون علم اليقين بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد إبراهيم بشر به وهو الذي دع الله تعالى أن يعجل به فهو نبي الأنبياء ورسول الرسل إذا قال رب عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فدلائل نبوة هذا النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولها دعوة إبراهيم الخليل وثانيها بشارة سيدنا عيسى عليه السلام وتالتها رؤية أمه أمه السيدة آمنة رضي الله عنها رأت نورا أضاءت له قصر الشام عند ويلادته فأشرقت قصر الشام بنور الوحي بعد أن أكرم الله تعالى نبيه بالرسالة رؤية رأتها الأم وهي حابل ترى أن النور يخرج من فرجها فيمتد في مشارق الأرض ومغاربها وعلمت فعلا بأن هذا المولود سيكون له شأن عظيم ذكره سيمتد إلى كل ربوع العالم بل إن جده عبد المطلب جد عبد المطلب كان كبير قريش وكان قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم بكثير هو أيضا رأى رؤية فيها البشارة بظهور هذا النبي يقول بينما أنا نائم في الحجر الحجر هو ذلك المكان الملسق بالكعبة المشرفة حجر إسماعيل على شكل دائري بينما أنا نائم في الحجر إذ رأيت رؤية هالتني ففزعت منها فزعا شديدا فأتيت كاهنة قريش فلما نظرت إلي عرفت في وجه التغيير وأنا يومئل سيد قومي فقالت ما بال سيدنا قد آتانا متغير اللون فقلت إني رأيت الليلة وأنا نائم في الحجر كأن شجرة عظيمة نبتت قد نال رأسها السماء وضربت بأغصانها المشرق والمغرب ما رأيت نورا أظهر منها وهي كل ساعة تزداد عظمة ونورا وارتفاعة ورأيت رهتا من قريش قد تعلق بأغصانها ورأيت قوم من قريش يريدون قطعها رؤية طويلة يقصها عبد المطلب عن هذه المرأة التي كانت في الجاهلية كاهدة تفسر الأحلام فقالها فسري لهذا الرؤية قالت له لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب ويدين له الناس أي أنه سوف يخرج من صلبك من نسلك يا عبد المطالب حفيد سيكون له أمر عظيم سيملك أمره مشارق الأرض ومغاربها وسوف يدين له الناس وهذا هو الواقع الآن الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها تستحضر ذكر مولده صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية رأها الجد أما الأم السيدة آمنة قالت رأيت لما وضعته نورا بدى مني ساطعا حتى أفزعني ولم أرى شيئا مما يراه النساء لم ترى وجعا ولم ترى ألما وذكرت فاطمة بنت عبد الله أنها شهدت ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول لتقعن علي النجوم يوم مولده كانت تتلألأ في كل مكان تشهد على أنه سوف يزدان ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معذورا مسرورا أي مختونا ومقطوع السرة وكان يشير بأصمعه بيده كالمسبح الأصمع الذي نسبح به الله تعالى وهو الصغير لما خرج من بط أمه يرفع أصمعه وكأنه يقول لا إله إلا الله كأنه يوحد لأن الدنيا في زمانه كانت تموج بألوان الشرك والوتنية وكانت تمتلئ بطواغيط الكفر والطغيان ولكن لما أشرق مولده صلى الله عليه وسلم راقفقته إرهاصات عجيبة وصاحبته ظواهر غريبة وأحداث فريدة ففي يوم مولده مثل هذه الأيام سوف يزلزل إيوان كسرى قصر عظيم لكسرى ابن هرمز ملك الفرس ملك الروم سوف تسقط منه أربعة عشر شرفة وأما الفرس فعندهم نار مقدسة خامدت نارهم ولم تكن تخمد قبل ذلك بألف عام ألف عام والنار مشتعلة النار المقدسة عند الفرس انطفأت من تلقاء نفسها يوم وينادة الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك بحيرة ساوى المعروفة التي كان يسق منها الناس وكانت حولها الأوثان والأباطيل غاضت تلك البحيرة في ذلك اليوم ليطمس الله الشركة والوتنية ففي مثل هذا اليوم من شهر ربيع الأول في هذه الأيام مكة المكرمة كانت على موعد مع هذا الحدث العظيم الذي سوف يكون له التأثير البالغ على حياة البشر ومسيرة الإنسانية طوال خمسة عشر قبل الزمن وإلى قيام الساعة وسوف يظل نور سيدنا محمد يشرق بهذا الكون يرشد بهداه الحائرين إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها في مثل هذه الأيام من شهر ربيع الأول ولد سيدنا محمد وانتشر النور وتدفق الخير معينا صافية أحيى به الله تعالى الحياة وانبعدت معه أمة التوحيد وصدق من قال الله عظم قد رجاه محمد وأنا له فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما لقد جعل الله هذه البشارات تتزامن مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن المولود عندنا يحتفى به المولود يعق عنه يوم سابعه نقدم له العقيقة ويحنك له فمه بثمرات ونؤدن له في أدن اليمنى ونقيم له الصلاة في الأدن اليسرى والأم الحامل لما تضع المولود تكرم بهدية ونفرح عند ولادة أي مولود فما بالك بولادة أعظم وأشرف مولود على وجه الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لذا ذهب العلماء المحققون والأجلاء بأن الإحياء والإحتفاء بغاده المناسبة إنما يجدد به الله تعالى إيمان المؤمنين لأنه موسم يمنح فيه النبي الكريم وإنه مناسبة تستعرض فيها سوى العطرة وربنا قال لنا في كتاب العزيز لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة فاللهم صل وسلم على خير هذا النبي اللهم أمين يا ربي يا كريم ترجمة نانسي قنقر